اشتركوا في القناة عشان يعطوا الناس توقعات ايجابية الحلقة هاي بالذات بتكون تركزوا فيها وفي يعني اللي بيحب علم الفلك يكتب يعني خصوصا التواريخ اللي انا رح اذكرها لانها مهمة جدا ما بدي احكي هسا عن المشتري اشو ولكن بدي احكي عن التواريخ في البداية لانها هي الادق للتوقعات عشان هيكي بدكوا تفهموا معي ايش اللي انا بقصده طبعا يوم الاربعة 29-12 في تمام الساعة اربعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينج كوكب المشتري بدو ينتقل من برج الدلو لبرج الحوت وهاي مش اول واحد انا يعني واو جبت اشياء ذا كل اللي بيحكوا في علم الفلك حكوا المعلومة ولكن في اشياء راح احكيها اليوم يعني يمكن قليلين اللي حكوا فيها طيب الان بس ينتقل سجلوا اكتبوا ايش اللي انا بدي احكيه بس ينتقل للحوت راح يظل في برج الحوت حتى مساء يوم 10-5 ماشي بعدها بدو ينتقل للحمل يعني بدو يكون في الحوت في 10-5 بروح على الحمل في مساء يوم 28-7 راح يبدأ كوكب المشتري بالتراجع في برج الحمل ورح يظل يتراجع الحديث ما يرجع من الحوت من الحمل للحوت رجوعه راح يكون يوم 28-10 يعني 28-10 بكون القمر بكون المشتري متراجع في برج الحوت ورح يستمر متراجع حتى يوم 23-11 بعديها بدو يرجع للحركة الامامية منه جديد بيظل موجود في الحوت لغاية يوم 20-12 بعدين بيطلع للحمل نهائيا يعني اللي بيعرفوش في علم الفلك عشان أبسط المعلوم التواريخ اللي أنا ذكرتها مهمة جدا لأنها نعتمد بشكل أساسي عليها في توقعاتنا وخصوصا الإيجابية لـ 2022 الآن فترة التراجع هاي معظم المدعين في علم الفلك بيجيبوش سيرتها بيجيبو سيرتها هيك بعدين بصوكتوه اثنين مدة الانتقال لبرج الحمل هاي برضو ما بيجيبوش سيرتها عشان هيك بيجي بيجيبوك للعقرب مثلا في البيت الخامس وطاقة والحب والحمل والأطفال والفرح والخطوبة والإنبساط ومش عارف إيش طيب لما بده يتراجع شو بده يقوله ما رح يقوله طيب لما يروح على الحمل ما رح يقوله يعني أربع شهور بده يتراجع وشهرين في الحمل هاي ست شهور شو صار خلينا نكمل طيب عشان نأخذ فكرة إيش هو المشتري ليش هو مهم المشتري هو كوكب الحض أو كوكب السعد الأكبر اللي بعطينا كثير من الأمور أو يأثر على كثير من الأمور الإيجابية في حياتنا اللي هي مثل الكرم الحكمة السعادة تراء الاعتداد بالنفس التفاؤل الطموح حب السفر اكتساب المعرفة المرح الإبداع النشاط يعني الأشياء الإيجابية كلها هو اللي بتحكم فيها في السلبية بتحكم في ثلاث أمور الدكتاتورية محبة الذات والغيرة أوكي هسا المشتري هذا عشان يرجع على كل برج بده 12 سنة يعني دورته حول الشمس 12 سنة ماشي 12 عام عشان هيك هو فرابة العام بيظل موجود في البرج صحيح بيمشي بحركة أمامية بتراجع بعد مرات بنتقل لبرج آخر بعدين برجع ولكن منعتبرها فرابة العام عشان كوكب المشتري نفسه هذا كان ومازل ولكن هي صار في نوع من أنواع التغييرات بيتحكم بمواليد القوس والحوت عشان هيك لما نقول دخل على القوس أو دخل على الحوت منقول المشتري في بيته يعني بكامل طاقته بعضي لما اكتشفوا كوكب نبتن يعني كوكب نبتن هاد هو للحوت ها استثنوا المشتري لكن ما زال يعتبر المشتري في بيته حتى لو استثنوا يعني ضل نفس طاقته حتى النبتن هو المسؤول عن أو هو المسؤول عن الكوكب الحاكم نبتن للحوت ولكن ما زال المشتري لما بدخل على الحوت بنقول دخل على بيته طبعا بيستفيدوا موليد الحوت الفترة اللي بتواجد فيها أو أي برج بتواجد فيه المشتري هي تحقيق إنجازات مهمة ما كان سهل تحقيقها من قبل يعني بيجيب أشياء حلوة كثير لأصحاب البرج اللي بتواجد عندهم المشتري ودائما التحقيق هاي الأمور بتيجي بشكل مغاير من شخص لآخر في ناس بنجحوا في تعليمهم في ناس بيهاجروا في ناس بتزوجوا في ناس بصير معهم الفلوس في ناس بيبدأوا مشروع ناجح في ناس بيكسبوش ولا إشي دايش لأنه هم ما انتبهوا وضيعوا الفرصة من إيدهم أو أهملوا بمعنى آخر فضاعت عليهم وفي ناس لم ساعة ميلادهم كان المشتري في مكان يعني سجل زاوية تربيع مع المشتري الموجود حاليا يعني لأنه أفترض أنه المشتري الآن موجود في الحوت ماشي وإجا مولود برج القوس قال لك أنه أنا ما استفدتش من المشتري ليش لأنه المشتري كان عندي في القوس طب هذا بيته هذا بيته آه بس أنت ما انتبهت أنه شكل زاوية تربيع بين القوس وبين الحوت بصير زاوية تربيع وهي زاوية سلبية فتلقائيا القوس اللي مشتري في القوس ما رح يستفيد من هذا الموضوع أو طاقته رح تكون ضعيفة عليه ما رح يعطيها الإيجابية القوية ولكن لو كان مثلا موجود بالعقرب المشتري وعمل تثليث الآن مع الحوت معناته ممتاز جدا رح يستفيد جدا وصلت يعني وجود المشتري في ساعة ميلادك في أي برج هي مهمة جدا بزاوية بزاوية الآن مع هذا المشتري لما بدخل على الحوت إيش الزاوية اللي بشكلها عشان تعرف أنت حجم هل رح تستفيد منه ولا ما رح تستفيد منه بشكل قوي ولا ما رح تستفيد منه نهائيا طيب هنا إحنا تقريبا حكينا الأساس الآن طيب مين أكثر المستفيدين عشان إحنا ما نضيعكم ونيجي الحظوظ المطلقة لبرج الحوت طيب ما هو بده يتراجع عنده الحوت وبده ينتقل من عنده الحوت فكيف مطلقة لا مش مطلقة هو بعطي حظوظ ولكن فترة تراجعه ما رح يخسر الحظوظ هاي ما شي خلينا رح نحكي فيهم بالتفصيل الآن الأبراج الترابية والأبراج المائية هم اللي رح يستفيد من تواجد المشتري في الحوت والأبراج النارية والأبراج الهوائية رح يستفيد لما ينتقل للحمل اللي هي من عشرة خمسة لغاية ثمانية وعشرين سبعة اللي هي الحركة الأمامية لإله رح يستفيد هذول الأبراج من هاي الخطوة الآن مش معناهم أنه ما رح يستفيد نهائيا لا إذا كان مشتريك في ماء أو ترابي تستفيد وصلت المعلومة يعني بدأ حاول أنا أبسط لك إياها أبسط مما تتخيل وعشان الكل يستوعب ويفهم ويعرف كيف بتصير التوقعات طيب لما بتراجع طب هو ظل المشتري كوكب الحظ شو بدي يصير يعني طيب كوكب المشتري هذا لما بتراجع بفقد على طول الخط بصير صفر حضوض ما في حض أوكي يعني صار كوكب زيه زي أي كوكب آخر موجود ولكنه طاقته بمنح الحضوض راحت شو بصير بدالها نشعر بفقدان الحماس بخف تفاؤلنا بصير تعطيل في المجالات اللي هو بيأثر عليها مثل النشر مثل الصرافة الإكسجينج اللي هي الصيرفة الدراسات الجامعية الأمور الفلسفية الأمور الدينية الترحال خصوصا السفر لمسافات بعيدة أو خارج البلاد عشان هيك هاي لما تتعطل ويصير هو ضغط عليها سلبيا معناته لازم إحنا نعتمد على مجهودنا الشخصي على هاي الأمور تحديدا على أساس أنه إحنا نحقق إنجازاتنا فيها ما نعتمد على المشتري فيها في فترة التراجع للمشتري لازم زي ما حكينا أنه ما نعتمد على الحضوض ماشي مدة التراجع هي أربع شهور ارجعوا للتواريخ اللي ذكرناها بتلاقوا أنه مدة التراجع هي حوالي الأربع شهور بالضبط أوكي عرفتوا أين تبدو يتراجع بتراجع المشتري من 28.7 ل 23.11 بتواجد في الحمل من 10.5 ل 28.7 28.7 بيبدأ يتراجع ماشي يعني الفترة الإيجابية وجوده في الحمل هي من 10.5 ل 28.7 بعدها الأربع شهور اللي بتبدأ من 28.7 ل 23.11 هي هاي فترة إنه المشتري بفقد طاقته الإيجابية اللي بعطينا إياها فبصير بده يمتحنها عشان هيك بتكون تنتبهوا للأمور اللي ذكرناها طيب بالنسبة للأبراج إيش أكثر الأشياء اللي رح يستفيدوا منها لما يكون المشتري موجود في الحوت الآن المشتري تبعك وين كان إيش زوايا إيش هاد أنا ما بحسبش عليها أنا بحسب الآن كأنه أنت برجك ما فيش مشتري ماشي وبتطلع أو ما بتعرف المشتري وين موجود وبتطلع إنه المشتري الآن موجود في برج الحوت الأبراج هاي أو الطوالع هاي إيش رح تستفيد من هذا الموضوع فايدتنا على إيش نركز تحديدا أو عايش وديكون التركيز فيها طيب نيجي أول إشي على الحمل الحمل بما إنه بيت متاعبه بس فيه شهرين بده يجي عنده معناته هو هنا بفتح مجالات للحمل للتعامل مع المؤسسات والشركات الكبيرة بشكل واسع جدا كمان صحيا تتحسن أمورهم ممكن يجدوا علاج بعض المرضى اللي بيعانوا من أمراض معينة وكان صعب إيجاد علاج لإلها ممكن يجدوا علاج لإلها بالفترة هاي وخصوصا اللي وصلوا للمستشفيات وفي نفس اللحظة الشهرين اللي بدوا ينتقل فيه عندهم يعني ممكن يترافق مع شفاءهم التام أو علاجهم التام أو ظهور نتائج إيجابية لهذا الموضوع وتحقيق أشياء إيجابية بالنسبة لإلهم شفتوا يعني حسبت وهو في بيت المتاعب إيش؟ ولما انتقل عندهم إيش؟ بالنسبة لما أوليد برج الثور نشاطهم الأساسي إذا بدهم يستفيدوا هو بالعلاقات الاجتماعية أصدقاء معارف علاقات هنا بتكمن كل مكاسبهم قد ما إلك معارف قد ما إلك علاقات قد ما بتستفيد ممكن تتعرف على أصدقاء جدد ممكن تتعرف على ناس من مستوى ممكن أصدقائك يدعموك ممكن هم اللي ينهولك مشاكلك ممكن هم اللي يساعدوك بإنجاز أعمالك فعشان هيك حافظ على أصدقائك قدر الإمكان وبرضو تفتح لك مجالات خلال الشهرين اللي بدوا ينتقل فيهن للحمل للأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة والشركات الكبيرة اللي ممكن تتعامل معها بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء هو أنا هدولة بتدفعهم مصالحهم في أمور إلها علاقة بالمصالحهم الإجتماعية وخصوصا في مجال العمل يعني ممكن ترقية ممكن منصب ممكن ترفيع ممكن عمل جديد ممكن عمل جديد طبعا عمل اللي أنت بتحلم فيه بفتح لك مجالات للشهرة بشكل كبير فهو بعطيك طاقة إيجابية على مستوى كثير وممتاز كثير من موليد برج الجوزاء رح يغير عملهم أو ينتقلوا لعمل أفضل أو ترفيعات أو ترقيات وبرضو في ناس رح يستفيدوا من علاقات على مستوى عالي جدا برج الصراطان واللي طالعهم صراطان بتتركز الاستفادة عندهم على أمور إلها علاقة بالسفر البعيد هجرة سفر من دولة لدولة ممكن ما يقعد ممكن يسافر أكثر من مرة الدراسات الجامعية الهجرة الاستراد والتصدير شؤون القضائية تعامل مع الأجانب دراسات عليا كلها هاي رح تفتح عندك بشكل كبير ويعتبر هذا بالنسبة لإلك بيت حظ يعني هو قوي لإلك لأنك انت مائي وهو في برج مائي فعشان هيك الاستفادة إلك بتكون قوية في ناس رح يتعرفوا على أو يرتبطوا في ناس في سفر أو يتعرفوا على أشخاص من خلال سفر أو يتزوجوا من دول خارجية يعني في مجالات كثيرة العلاقة بخارج البلاد والدول الأجنبية أو اللي هي بلاد ثاني غير البلد اللي أنت مقيم فيها بالنسبة لبرج الأسد وال اللي طالعهم أسد هدولا يعني هو برج ناري ماشي ولكن بده يصير في أول درجات اللي هو الحمل فعشان هيك بستفيدوا خلال الشهرين اللي إحنا ذكرناهم هو بركز إذا ركزت مضبوط على المكاسب المالية خلي دائما في معكو شريك يعني خلي في شريك هو اللي في في الأمام في المقدمة لأنه المكسب رح يجي من شراكة رح يجي من إشي أنت شركة أنت وناس في يعني عمل شركة مال الزوج ممكن هو اللي يمنح أو الزوجة هي اللي تهبك بعض المكاسب المالية المال برضو بيجي من تعويض في ناس ممكن رفعين قضايا لتعويضات وما أجتهم أو اللهم أموال ومش قدرين يحصلوها فممكن يحصلوها اللي اللهم ميراث أو تركة ممكن يحصلوها برضو يعني أي مال في شريك فيه بينك وبينه حتى لو بنك وقرض هذا يعتبر شريك ناشي تستفيد منه وبرضو تفتح مجال الشهرين اللي ذكرناهم لأمور لها علاقة سفر اللي هو الشهر الخامس والشهر من الخامس للسابع اللي ممكن تسافروا أو قدموا طلبات للهجرة أو حتى تعارف مع أجانب أو علاقات مع الأجانب بالنسبة لموليد العذراء واللي طالعهم عذراء طبعا هنا هذا مقابلهم تماما في بيت الشراكة فهو بيحفز أمور لها علاقة الشراكة بالارتباط بالعمل شغلة شغلة جديد بالزواج بفتح مجالات كثيرة على كل الأمور اللي اسمها شراكة أي إشي فيه شراكة مال عاطفي زواج علاقة موضوع أي شيء رح تكسب من وراء ورح تستفيد ورح يعطي قوة عالية جدا في هذا الموضوع فممكن تستفيد إذا إليك قرض أو إلكتركة أو هذا في فترة الشهرين لما ينتقل الحمل ولكنه طاقته قوية على هذا الأمور بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان هدول هوائي فمعناته بتيجي الأمور على الصحة وبتيجي الأمور على العمل هدول بيستفيدوا في المجال الصحي بيستفيدوا بعلاجات أو إيجاد علاجات أو بارتاح بالهم من بعض الأمور الصحية ممكن يكونوا مرضين ممكن يكون عندهم تعب ممكن يمرضوا مرضى كبيرة في فترة وجود المشتري في الحوت ولكن هذا المرض يد ما بيكونوا خايفين منه فجأة بختفي فجأة يجدوا العلاج لإلوه فمعناته ما في إشي بخوف على مجال الصحة في أثناء تقدم المشتري للحركة الأمامية وممكن إيجاد علاج لبعض الأمراض اللي مأرقيتكو في هذه الفترة برضو بفيد على مستوى العمل على مستوى زملاء العمل على عمل جديد تقديم طلبات توظيف بترتقوا بعملكم درجة ممكن تفتح أكثر من عمل ممكن تبدأ عمل جديد وتتوفق فيه يعني بفتح لكم مجالات كثيرة ولكن المجال الإشي الوحيد اللي بتكو تنتبهوا منه إنه احتمالية زيادة الوزن من الأسف الشديد ممكن تفردو شوية هيك فانتبهوا على حالكم بالنسبة لما وليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب طبعا مش يجوا تبعين العقرب بكرة يقول ما انت حكت إنه لا بدكو تركزوا معي هو صحيح موجود في بيت خامس لإلك يعني بيت حض حاطفة مال هوايات ترفيه انطلاق اه انبساط يعني بعطيك طاقة كبيرة وحلوة جدا ومميزة ولكن بدك تتذكر انه سعيد قال لك انه بعطيك على هاي كلها خطبة ابناء حمل اه اطفال اجداد اه كل شيء حتى على المستوى المالي ممتاز ولكن بدك تتذكر انه بدو يتراجع وبدو ينتقل الحمل يعني في عندك ست شهور بدك توزع اي الطاقة على ست شهور عفوا ماشي يعني بدك توزعها على ست شهور وفي ست شهور رح تفقد الحضوض في هاي المسائل فبدك تستفيد من الحضوض في فترة اللي هي المسار الامامي لإلوه بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس هدولة اذا بسمعوا نصيحتي اللي عنده امكانيات منهم يشتغل في مجال العقارات يعني اللي بحب بده مجال يستفيد فيه اي شيء له علاقة بالعقارات هم رح يستفيدوا فيه ممكن البعض يقول لك ما هو احنا من ناش شوية ما لك شوية بالعقارات لا تدخل فيها ولكن يعتبر هذا البيت الرابع لك وبدو ينتقل على البيت الخامس يعني هو موجود في البيت الرابع صحيح حضوضه اقل ولكن بدو ينتقل برضو على الخامس رح يفتح لك مجالات لها علاقة بالارتباط وإلها علاقات بالمكاسب وبالعاطفة فعشان هيك اللي بيشتغلوا في مجال العقارات في هذا الفترة رح يستفيدوا بشكل كبير اما بالنسبة للناس العاديين ممكن يغيروا سكنهم ممكن سكن جديد ممكن يستأجروا بيت او يشتروا بيت او الاستفادة على مستوى يعمل ديكور اتاثة جديد على المستوى العائلة حتى فرحة مناسبات كثيرة افرح تنحل مشكلة كانت بين افراد العائلة كانوا مشوشين فيها ولكن ينوجد حلول لا الها بالنسبة لموليد الجدي واللي طالعهم جدي مرضو نفس الشيء هيجينا ترابي ترابي مع مائي معناته ممتاز طيب ايش اللي بدهم يستفيدوا منه يستفيدوا اول اشي قسم كبير منهم ممكن يشتري سيارات او يعني هاي اول اول شي يعني ما يعنده سيارة او يستبدل سيارته المهم في اهتمام رح يكون بالسيارات بشكل كبير اللي بيشتغلوا في مجال اللي هي التجارة المحلية عنده محل عنده سوبر ماركت عنده بقالة عنده شغال هدول برضو رح يستفيدوا اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو ممتاز جدا اللي بينه وبين اخوته مشاكل ممكن يتصالحوا وترجع العلاقة لطبعتها اللي مثلا ممكن احد الجيران يساعدك في مسألة ما ما كنت تخيلها او يصير في توطيض علاقات ما بينك وبين الجيران بفتح مجالات للطلاب بفتح مجالات لللي بدرسوا لللي بيناقشوا مشاريع لللي بيشتغلوا بالسيلز للإقناع قدرة التواصل عندك عالي جدا قدرة الإقناع عالي جدا يعني فوائد على كل المستويات اللي بيشتغلوا في المجال الإلكتروني او بالإلكترونيات تحديدا بالهواتف بالكمبيوترات او بيشتغلوا بالسيارات هدولة بيستفيدوا بشكل كبير طيب بالنسبة لموليد برج الدلو واللي طالعهم دلو طبعا هو بما أنه تحرك من عندهم لأن زحل موجود عشان ما تيجو ويقولوا موليد الدلو آه قلتلنا في مكاسب مالية آه في مكاسب مالية ولكن زحل عندك زحل بما أنه موجود معناته وبدو يمتحنك ممكن يجيب لك مكاسب ولكن يفتح عليك مصريف أو يضيع الفلوس أو ما يخليك تعرف كيف يعني توصل لآخر مرحلة بعدين تضيع أنت الموضوع أو تتراجع أو ما بدي هذا المشروع أو ما بدي هذا الشغل أو مش عاجبني لأنه هو بيمتحنك وهذا بفتح لك فرص فإذا بتركز بشكل جيد رح يجيك مكاسب مالية وأغلبها مش رواتب يعني مش الموظفين لا هو بيجي كله من العمل الإضافي مشاريع إضافية صفقات نسب عمولات كلها هاي بتفتح لك مجالات ممتازة بتحسن وضعك المالي ولكن بدك تنتبه منزو حل أما بالنسبة لأموليد برج الحوت واللي طالعهم حوت اللي هو رح يكون موجود عندهم ورح ينتقل برضو لبيت المال هذولا بيستفيدوا على كل شيء على كل مجالات حياتهم بالصحة بالمال بالعاطفة بالزواج الارتباط الشراكة بكل شيء بكل شيء شخصيتهم بتكون غير طريقة تعاملهم غير فداخل عليهم قضوض ولكن مش عصة سحرية ومش سحر يعني مش وانت نايم فجأة هيك بتصحى من النوم بتلاقي حالك ايش معلق قدام عينيك وبتقول انا هذا هو المشتري لا 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 هو بفتح لك كل الأبواب وظيفتك انت تدخل كل الأبواب مش تقول والله انا اليوم مش جايع بالي انا اليوم مكسل لا الفترة هاي والله انا مرتبط مش حاب اروح روح ما ضيع الفرص عليك بدك تنطلق وتتحرك وتدخل كل الأبواب اللي تفتح اليك حتى لو كانت مجرد دعوة استغلها ممكن فرصتك ورزكتك تكون في هذا المكان وبما انه رح يكون موجود عندك المشتري وينتقل للحمل رح تستفيد ماليا كمان ورح يتعوض لك امور مالية فعشان هيك حاول انك ما ضيع الفرصة خصوصا فرصة وجوده عندك وهو بحركة امامية لما يتراجع ما حدا ييجي من كل الابراج يقول لي انت قلت سنة رح تكون انا برجع وبعيد وبكرر وهذا الفيديو موجود على القناة كل ما تيجي بدك تحكي اي انتقاد او تشكك في معلومة بترجع بتسمع هذا الفيديو لما بتراجع المشتري بفقد حضوضه دك تعتمد على جهدك الشخصي ما تعتمد عليه نهائيا وصلت المعلومة اللهم اني قد بلغت اللهم ما فاشهد طيب الله يرضى عليكو يا رب ان شاء الله سنتخير وبركة علينا جميعا وبتمنى انه الكل يستفيد والكل يرتاح باله والكل يهنى باله والكل يجد حلول لما شاكله وربنا يشافي كل مريض ويعافي كل انسان عليل ويلم شمل كل انسان مبعثر في هذا الحياة هو احباء هو واسرته ربنا ما يجعل ظلم على انسان ويسر اموركم ويفرج همكم هيك منكون انتهينا من حلقتنا لا انتقال المشتري للحوت والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة